هل أنت أبله؟ يقول دوستوفيسكي إن كان يظهر عليك ويمكن وصفك بالبراءة والإيثار واللطف والأخلاق الرفيعة والصدق والوضوح والعطف ومحبة كل من حولك حيث أنك لا تملك ضغينة تجاه أحد فأنت أبله بكل تأكيد ليس سبب هذا أن هذه الصفات سلبية وإنما لأنك تعيش في وسط المجتمع المنحط الفاسد المليء بالقضارة الأخلاقية مجتمع يرى البراءة سذاجة واللطف ضعفا والأخلاق يراها موضة قديمة والصدق دليل على عدم القدرة على المراوغة وهكذا صار من يعيش بقلب سليم هو الأبلة والماكر في مجتمع الذئاب هو الذكي ويالروا عدتوليستوي إذ يختصر كل حديثنا بقوله كن طيبا على الدوام واحرص على أن لا يعرف أحد أنك طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر